السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طمنونا بقى التطمينات الفنية المعتادة ايه اخبار الصوت. وبعدين طبعا اكيد بقى الصرف باين جايبين مايك اه جامد. خلي بالكو يعني. في كتاب زريف. انا الفترة اللي فاتت اه اريته ومن يعني من اعجابي به. اه في بعض شابترز قريتها كزا مرة. وعايزكم برضو تشركوني هزا هزا الاعجاب. الكتاب مؤلفه فيليب كوتلر. وهو طبعا فيليب كوتلر لما بتحط اسمه على اي كتاب. لما بيكون معه واحد اتنين تلاتة بصراحة بيتظلموا. يعني ليه الناس عمرها ما بتقول ازام الناس التانية. يعني كوتلر مسلا مع واحد اسمه وعمل كتاب اسمه من كتب الجميلة. محدش بيجيب سيرة ارمسترونج ده. وواحد معاه تاني اسمه كيلر في في ماركتنج مانجمينت. ادارة التسويق برضو كيلر ده غلبان ما حدش يعني. الا بقى اللي متابعين اوي ومذكرين وحافظين اسام الناس. ممكن. لكن هو كوتلر الكتاب بتاعه منزله السنة اللي فاتت. وهو مش تكست بوك زي الكتب اللي هي بتاعت التسويق الكتابين اللي اقلت لكم عليهم دول اه سواء اساسيات التسويق او ادارة التسويق هي كتب خفيفة تعتبر زريفة. ولو ان الكتاب ده مش خفيف قوي. الكتاب ده اسمه ماركتنج 5.0. ماركتنج 5.0 يعني نقدر نقول ان هو التسويق اه اه الاصدار الخامس من التسويق. الجيل الخامس من التسويق. 5.0 طبعا ايه? ماشية مع انك لما بيجي سوفت وير مثلا تقول ده الفرجن تلاتة خمسة اتناشر كده يعني. فماركتنج 5.0 ده ايه سبب الاسم? اه انا هديكم فكرة عن الكتاب كده سريعة لان الكتاب في تفاصيل ما يعتبرش خفيف او زي ما قلتلكوا رغم ان هو كتاب صغير بس في تفاصيل كتير محتاجين ان اتوقف عندها فهو الموضوع ده هيبقى محتاج اه كزا فيديو ان شاء الله وممكن اكمله برضو حسب ما انتم تشوفوا لو تحبوا اكمله في لايبات تانية اوكي لو تحبوا اكمله كده في فيديوهات اه ونحطها على اليوتيوب وعلى الجروب وعلى الصفحة برضو يبقى اوكي اه اه شكرا يا ميش بيها كويس اول حد يقول مايك فاخيم اه صار فين فيه جامد والله جاي من امازون امريكا مباشر وانتو عارفين الدولار بقى كام دلوقتي فا اه 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 ا اه ا فانا قلتلكوا قبل كده رغم ان الماركة دي ليهاewكيلا فمصر بس انا حبا في خدمة القملة بتاعة امازون وان انا ببقى متطمن على فلوسي بدل من ما اتطمن على ها كل شوية وانا بقى حسس على على جيبي كده وانا باتعامل مع الشركات المصري بقى اجيب من امريكا. لو حصل مشكلة انا عارف ان انا هلاقي حل. نرجع لموضوع. ايه بقى حكاية ماركتنج 5.0? اول كتاب نزله في السلسلة دي كان كان كتاب اسمه ماركتنج 3.0. يعني هو مش عامل واحد واتنين وتلاتة واربعة وخمسة. لا هو عامل بس بدايته كانت رقم 3.0. الكلام ده نزله في 2009 كتاب 3.0. وكان الاصده بيه ايه? ان التسويق وهو بيتطور مر بالجيل الاول اللي هو الشركات فيه مهتمة بالمنطق اللي هو نقدر نسميه 1.0. وبعدين بدأ الاهتمام يبقى بالعميل اللي هو 2.0. ازاي ان احنا نقدر ننجح باهتمامنا بالعميل بان احنا نقدر نقنعه بشكل حتى عقلاني او بشكل عاطفي. فبقى ايه ايه وطبعا طلع بقى اه طلع بقى في الفترة دي السيجمنتاشن والتارجتينج والبوزيشنينج وفي السيجمنتس بقينا بنقول لما نيجي نعمل تقسيم للسوق ان احنا ممكن نستهدف بيتو بي يعني شركة بنبيع لشركة او بيتو سي شركة بنبيع لمستهلك نهائي. اه فايه ده? ماركتنج وان بوينت او. والاو هنا طبعا يعني اللي هي الزيرو يعني الصفر وتو بوينت او. وبعدين جيف الماركتنج ثري بوينت او. قال بقى ايه هو ده بقى كان بداية السلسلة. ان احنا بقى دلوقتي بقينا بنتعامل مع الانسان على المستوى الروحاني. اللي هو المستوى الانساني. الهيومن. اتش تو اتش بقى وبدأ يتكلم ان انت سواء بيتبيع بيتو بي واتكلمنا احنا اعمل تاني فيديو على على المفهوم ده قبل كده. اه والمفهوم ده كان من الكتب المهمة اللي يعني رس خطه هو كتاب ماركتنج تري بوينت او بتاع فيليب كوتلر. اه ماركتنج فور بوينت او اللي هو نزله تقريبا وطبعا الكتاب ده ننجح جدا تري بوينت او ده. وبعدين نزل هو فور بوينت او اه سنة الفين وستاشر. اللي هو بيقول فيه خلينا بقى نشوف التكنولوجيا وعصر الديجيتال اللي احنا في ده ازاي نتحول الى الديجيتال مش الديجيتال ماركتنج يعني خلي بقى لكم الكتاب ده فور بوينت او مش بيتكلم عن ديجيتال ماركتنج قوي لا ما بيتكلمش عن الديجيتال ماركتنج بيتكلم ان ازاي التكنولوجيا بدأت هتدخل في الماركتنج بشكل عام. بقى الزكاء الصناعي والبيك ديتا اناليتيكس تحليل البيانات والضخمة والحاجات اللي زي دي. جي بقى في 5.0 بيقول ايه بقى عنوان الكتاب اللي هي تكنولوجيا في خدمة البشرين. تكنولوجيا في خدمة البشرين. بيتكلم بقى بالتفصيل وكانت فرصة سنة الفين واحد وعشرين الى السنة اللي فاتت بعد الكورونا ما بدأت بسنة سنتين اللي هي المفروض كانت في بدايات الفين وعشرين يعني ان حصل تطور جدا في التكنولوجيا بسبب ان الناس قاعدة في البيوت فبيتعلموا من البيت وشغالين من البيت بياخدوا كورسات من البيت حتى الجيم بقى بيه مدربين الرياضة بقى ايه شغالين من البيت برضو ايه فالقصة دي خلت ان فيه اه موضوع اه الديجتال ده التكنولوجيا بتخدم البشرين القصة بقى ايه ان هو الكتاب عايز يقولها مدام احنا بنتكلم عن تكنولوجيا والبشرية والبشرية خدمة البشرية دايما بتبقى في صورة منتجات وخدمات وحاجات زي كده اه فقالك ان دلوقتي بقى فيه جيل جديد من التكنولوجيا هو اه سماها نيكستك اللي هي نيكست تكنولوجيا دلوقتي ان احنا عايشين في عصر كان بقى في حاجات ما كانتش موجودة زمان اللي هي زي ايه زي الاي اي 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 ارتفيشال انتليجنز الزكاء الصناعي زي الاي ار فاشوفوا بقى شوية الاقتصارات دي بس ايه المفروض طبعا كلنا نبقى نفهم القصص دي بقى ونبقى ورينتد بيها الاوجمينتد رياليتي الواقع المعزز دي ترجماتها او الفيرشوال رياليتي اللي هو الواقع الافتراضي اه الافتراضي اللي بقت موجودة فكل شيخ وفي الاجهزة set of things تكن ايت انترنت الاشياء اللي هي بقى ايتلاقي دلوقتي بقى في اجهزة كتير جدا متوصلة على النت التلاجات الدخلة عن نت واخذ غسلات الدخلة عن نت والتلفزيونات طبعاбы بقى ايه الموبايلات والكلام ده انترنت ان هي حاجات غير الكمبيوتر والموبايل والتابلت بقت متوصلة ببعض وبتكلم بعض ايه بطريق الانترنت انترنت of things دي حاجات جديدة وجود التكنولوجيات دي بقى مع معضها والروبوتكس مثلا اوجد نوع جديد من المنتجات ونوع جديد من صناعة السروة يعني مثلا الشركات غازة العالم خلال مثلا نقول العشر سنين اللي فاتوا اللي هي بتاعت الدفع الالكتروني دي برضو الجهزة متوصلة على النت كده والواحد بيدفع واحنا عندنا في مصر كانت بدايتها شركة فوري استفادت من التكنولوجيا والشركات دي كونت صروات واول شركة في مصر قيمتها تزيد عن مليار دولار من الشركات الجديدة كانت شركة فوري وطبعا القصة بتاعت الابليكيشن دي جاية من هنا هو الراجل بيتكلم في الكتاب بيقول احنا علشان التكنولوجيا تخدم البشرية فيه تلات تحديات مهمة لازم نخلي بالنا منها ولازم نشوف ازاي نقدر نتعامل معها اول تحدي حاجة اسمها الفجوة ما بين الاجيال الكبار غير الشباب غير الاطفال دي اول تحدي داني تحدي ان فيه فجوة في الصروة وتوزيع الصروة في المجتمع لان التكنولوجيا لسه غالية فعشان نبقى بنقول بنخدم البشرية هل الكلام ده هيخدم ولا هل فعلا فيه ناسها التكنولوجيا دي ممكن تضرها وتزود الفجوة بتاعت الصروة ففيه فجوة في الاجيال واعمار الناس وفجوة في الصروة وفيه حاجة اسمها الديجيتال ديفايد اللي هي برضو فجوة فيه تعامل البشر مش بسبب السن بس فجوة فيه تعامل البشر مع التكنولوجيا او فيه موقف البشر من التكنولوجيا فيه ناس ضد التكنولوجيا موقفهم المبدئي كده وفيه ناس مع التكنولوجيا بسرعة كده هنقول التلاتة دول وطبعا دي معوضية تفصيلية يعني هو كل واحدة من دول عمل لها شابتر في الكتاب بيقولك بقى في حكاية السن حكاية ان فيه فجوة ما بين الاجيال ان لأول مرة البشرية بسبب طبعا زيادة متوسطات الاعمار بسبب التطور في خدمة الطبية لحد كبير ان بقى فيه خمس اجيال عايشين مع بعض في نفس التوقيت وطبعا في السيجمنتيشن اللي هما بقى مهتمين بالقصة دي في الماركتنج عارفين ان فيه اسامي متدولة للاجيال الجيل اللي هو موليد بعد الحرب العالمية التانية بيسموه او تحديدا من سنة 46 ل 64 1900 طبعا دول بيبي بومرز اسموهم كده بومرز جاية ان بقى فيه بومنج في الموليد في السن ده بعد ما اوروبا والعالم كله استقر بعد نهاية الحرب فالفترة دي فيه منهم ناس ما زالوا على قيد الحياة وانا انتسب الى هذا الجيل بعد كده فيه جيل اللي هو تولد بقى من 65 الى 80 وهو مسميهم جينيريشن اكس طبعا دول موجودين وهم يعني موجودين في قوة العمل وموجودين في المجتمع وبيتعاملوا مع التكنولوجيا فانت ممكن تلاقي ناس من الاربعينات خمسينات ستينات ده هو اوائل ستينات جيل اللي هما البيبي بومرز وبعدين الجيل الجينيريشن اكس وبعدين فيه بعدينها جينيريشن واي من غير ما ندخل في تفاصيل لانه بقى جاي ايه الكلام ده ممكن نقول قدام وبعدين فيه جينيريشن زد زد دول اللي هما تولدوا كده من 95 ل2010 وفيه جينيريشن الفة اللي هو من الجيل اللي تولد من 2010 او 11 لحد 2025 اللي هما دلوقتي لسه ايه يعني اكبر حد فيهم عنده 12 سنة جينيريشن زد والفة الاتنين دول بيسموهم digital natives يعني عارف natives انت كده لما تروح طول انا عايز اتكلم لغة مع اهلها يعني هما واخدين جنسية الديجتال اتولدوا في عصر الديجتال اتولدوا وكان فيه انترنت موجودة وشغالة والحياة ما شافوش هما زي حالتنا كده او زي الناس اللي في سني ما شافوش كده ما كانش فيه حاجة ديجتال خالص ما كانش فيه غير التلفزيون الراديو الانترنت بالنسبة لهم حاجة مديهية الديجتال نيتيفز دول سلوكياتهم في الشراء وسلوكياتهم في التعامل مع التكنولوجيا ومع الخدمات مختلفة تماما يعني تلاقي اطفال في سن صغير جدا بيدخل ويعمل سيرش ويدخل على يوتيوب ويعرف ازاي بقى وهو لسه يمكن بعرفش يتكلم يعرف يسكيب الاعلانات ويعرف يجيب الفيديوهات اللي هو عايزها ويعرف يلاقي بتاعته ليه نيتيفز اللي هما السكان الاصليين الانترنت لو جاز التعبير نقول كده ان دول اتولدوا في الانترنت احنا انا اعتبر مهاجرين اليها وجينا عليها بالتعبيرات يعني ايه وكان انا بنسافر احنا اتولدنا ايامنا او كانش فيه حاجة كلام ده يعني انا كنت برضو من اللي تبنوا الانترنت مبكرا بالنسبة لجيلي بس انا يعني اول مرة اتعامل مع الانترنت كانت اه خمسة وتسعين خمسة وتسعين دي انا كنت فوق التلاتين سنة غير بقى واحد مولود فيها وكانت طبعا البدايات كانت بدايات مضحكة شوية وكوميديا وكان فيه في مصر كده يدوب ناس قليلين جدا معهم ايميل وكان الايميل بنروح نقدم عليه كده طلب في جهة حكومية ويجيبولنا ايميل وندخل عن نت دايلاب ارقام معينة وبعد كده جات بقى ارقام الخمسات والسبعات والكلام ده وبعدين بقى دخلنا بقى في الDSL والحاجات دي فموضوع الاجيال ده بيقولك ده تحدي وعقبة لان الراجل اللي عنده حاجة وستين سنة اللي هو مسؤول عن الشرف شركته ممكن جدا ما يحولش شركته انها تستفيد بالتكنولوجيا ممكن ما يبقاش ميال انه هو يدخل التكنولوجيا عشان عملاءه يستفيده ممكن جدا ما يبقاش قوي في المنافسة فده حقيقة فهم لازم نفهم دي كمستهلكين وكعملة ايه وقت 3-7-5-000 صحيح ايه 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 ابو عمر ومحمد ابو انوار اه واعرفش انتوا بقى من اي جيل من الاجيال دي بقى انا بقى عديت على كل الاجيال دي وكان في وقت مالوقات كنا كان شركتي كانت تمتلك احد هذه الارقام يعني كنا يعني بنعتبر نفسنا فيرشوال كده حاجة كان فيه برينامج بقى تقريبا اسمه فيرشوال اس بي ان انا اي اترنت سيرفز بروفايدر بس انا متفق مع ناس اه شاري الرقم من السنترال ومعرفش ناس على البنية الاساسية بتاعت الانترنت احنا بس كده بناخد فلوس من ان الناس تدخل عن طريق رقمنا كان السنترال بيدينا جزء كده ده كانت حكايات لذيذة المهم فجوة تانية فجوة الفجوة في توزيع السروة ما بين الناس وطبعا في اي مجتمع بتلاقي شوية ناس قليلين معهم فلوس وشوية ناس كتيرة مع الفلوس اللي معهم قليلة جدا فده لحد دلوقتي ما زال موجود وهيفضل موجود فيه ناس بتراهن ان التكنولوجيا هتقلل وهتزود العدالة الاجتماعية ما بين الطبقات كسروة وفيه ناس بيقولوا لا ده بالعكس ده خطيرة جدا ودول اصحاب الرأي التاني بتوع خطيرة جدا بيقولوا ايه ده التكنولوجيا والروبوتس دي هتقعدنا في بيوتنا وده فعلا بدأ يحصل بدأ ان يبقى فيه وظايف الزكاء الصناعي بقى يهددها وبقى متوقع ان ممكن ممكن بعض طبقات غير قادرة تزداد حالتها سوءا لان في زي ما الناس الاغنية واصحاب الشركات ورؤوس الاموال الكبيرة هيلجأوا للتكنولوجيا اللي هي هتزود صروتهم وعشان هم يقدروا يشتروها التكنولوجيا دي ممكن لما تدخل تحط بعض طبقات في المجتمع وبعض وظايف خارج السوق تزود نسبة بطالة في بعض الاعمال وكأن الغني يزداد غنى يعني والفقير يزداد فقرا وفيه ناس بيقولوا لا ده التكنولوجيا بمرور الوقت هترخص وهيبقى كل الناس هتقدر تستفيد بيها وده هيضر عائد عليهم وبيدوا امثلة بان ممكن شباب يبقوا مثلا فريلانسرز ويتعلموا عن طريق الكرصات الانلاين ودي خادة بوم جامد في التكنولوجيا او تكنولوجيا في خدمة المجتمع التعليم واخد نصيب فيها كبير فالتكنولوجيا تفيد ويتعلم والتكنولوجيا تفيد ويتواصل مع شركات ويستخدم يقدم بها خدمات يحسن دخله وخلي بالكو ده جدل غير محسوم وكلام ده صح وكلام ده صح فعشان التكنولوجيا تنتشر محتاجين نفهم ان فجوة الصروة مشكلة وفجوة الاجيال والسن مشكلة في بقى في فجوة مهمة تالتة اسمها ايه الديجيتال ديبايد الفجوة تعاملنا مع التكنولوجيا فعلا يعني في ناس اساسا دخلوا هما من الجنريق مش من اللي هما النيتفز بتوعات اتعاملوا مع الموبايل وكده لا الوسط كان فيه ناس معاها لابتوب وكمبيوترات وهم ملهمش دعوا بالقصة دي ويندوز ما يعرفوش عنه حاجة يدخل ينزل مثلا او بعد كده جوجل كروم ويدخل يعمل سيرش على جوجل هو سايب القصة دي ملوش فيها بدأ يبقى فيه موبايلات والموبايلات بدأت تبقى فيها اندرويد او اي او اس وبتدخل عن نت الكلام ده يعني كله ما كملش خمستاشر سنة من اول ايفون نزل الفين وسبعة وبعدين اول سامسونج المنزلت اول جالكسي الفين وتسعة بدأت الناس دول يبقوا ايه بيتعاملوا مع الانترنت اللي هي عصر التكنولوجيا يعني بيسموهم موبايل اونلي الناس بتوع موبايل بس عمره ما قعد معاكم على كمبيوتر ولا على لابتوب وعمره ما تعامل مع حتى الويندوز هو دخل ان بالنسبة له الموبايل عليه حاجة اسمها انترنت والانترنت دي بيتدخلوا على الفيسبوك فيه ناس على فكرة يقتصر بالنسبة لهم التعامل على القصة دي او يبعت على الواتساب يدخل يشوف فيديوهات على اليوتيوب بس لكن هو تيجي تقول له مثلا سيرش وجوجل لا مش عشان كده فيه ناس بيسأله احنا مستغربين قوي ليه جوجل تعمل اعلانات في التلفزيون جوجل بيتستهدف الناس دول اللي هما الموبايل فيه ناس غير الموبايل بيشتغلوا عن موبايل ولأ والكمبيوترات بيصمهم موبايل فرست بس هو الموبايل هو الاساس ودول بقوا الاغلبية اللي هما في موبايل وفي موبايل فرست وفي قليلين قوي بيشتغلوا بس على الكمبيوترات ومش معهم موبايلات نقدر نعتبرها نسبة يعني لا تذكر الناس بتقول mobile only دول ليهم سلوك معين في التعامل مع الانترنت خصوصا الأجيال اللي سنها كبير فلما نيجي نحط الفجوة السن مع فجوة الساروة مع فجوة التعامل مع التكنولوجيا والانترنت هنلاقي ان فيه تحديات ان الناس دول يقدروا يستفيدوا بكل حاجة في التكنولوجيا ده هو ما يعرفش حاجة غير الموبايل اللي في ايده وبيعمل بيه شوية حاجات applications حاجات بسيطة تيجي مثلا تقول له ايه بيعمل سيرش طيب بطلب مثلا من على النت اشتري كذا يقول لك لا ما يعرفش ما يعرفش يتعامل مع الخدمات دي فهو ده بالنسبة للشركات شريحة كبيرة ومزعج يعني مش هيقدروا يضموه للشرايح بتاعته المهم بقى فيه بعد كده بييجي هو بقى بعد ما بيحلل ازاي نتعامل مع هزي الفجوات بيبدأ يتكلم احنا محتاجين في الاخر التكنولوجيا ممكن تدينا ايه قالك ان هي التكنولوجيا هتغير شكل الماركتنج وده فعلا بدأ لان البيج ديتا اناليتكس بقت بتحلل سلوك المستهلكين بدقة تقدر تبقى تنبؤية تقدر انت تحلل لما تعمل حملة معينة تتنبأ هتبيع بكام بالنسب ودي حاجات بقت موجودة بتاع السوشيل ميديا ماركتنج والديشتال ماركتنج عارفتها تقدر يقولك انا هاوصل لنسب كذا نسبة كذا يعني انا هجيب ترافيك زيارات كذا على الموقع منهم اتنين في المية هيشتروا مثلا فكل لما نزود الناس بدأنا نتعامل بشكل بدأنا نقدر نتعامل مع العملة بشكل التارجتنج بشكل ما كانش متاح قبل كده لو انت دخلت على موقع معين بتلاقي بفشك ويفضل يطلع لك على الناس في كل حت بيسموها ري تارجتنج او ري ماركتنج او هو مسميها في كتاب اسم ازرف بكتير اللي هو اللي هو ايه بيطلع لك الاعلان حسب السياق اللي انت فيه انت دلوقتي بيتدور على شقة دخلت عملت سيرش على جوجل على شقة اين سبق كل الناس اللي بيبيعوا شواء هيجو لك وهيطلعوا لك وراك ده بسبب الاناليتكس وبسبب ان النت بقت متربطة وبقنا مترقبين بشوية تولز بسيطة بتوعى ديجتال ماركتنج عارفين انه يبقى عارف ان فيه مايسولان بيكسل على الويب سايت لو دخلته خلاص هيروح وراك الاعلان على الفيسبوك جوجل عمل حاجات شبه كده اللي هو الكنتكشو الماركتنج فيه حاجة تانية برضو اللي هي مبني عليها الكلام ده كله اللي هو البيك ديتا اناليتكس بيقول لك ايه دي هتبدأ تخليه كل التحليلات زي ما انت مثلا تبقى ماشي وجوجل مابز تقول لك لا الطريق هنا عبطأ من هنا بتلات دقايق ده عارفها من اين من ان هو بيحل الملايين الاشارات اللي بتجيله من الشوارع في كل انحاء العالم ويقدر يقول لك اقصر طريق ايه والطريق الوقف ايه دلوقتي من سرعة العربيات اللي شغالة على جوجل مابز في نفس الوقت فهو بيدينا معلومات احنا نفسنا ما نقدرش نعرفها كل واحد لوحده وبدأ يتكلم على ازاي نستفيد من التكنولوجيا دي في الماركتنج في الكاستمر في رحلة العميل من اول ما يبدأ يفكر يشتري لحد ما يشتري التكنولوجيا بقتدخلة في كل المراحل الموضوع فيه تفاصيل كتير وهو كتاب ما يعتبرش كتاب تكنولوجيا وهو كتاب تسويق واستراتيجي في الاساس وهو بيقول انا مش هشرح لكو تفاصيل تكنولوجيا مع انه داخل بعمق في بعض حتت لان المفروض التكنولوجيا بتخدم الاستراتيجي في البزنس عكس ما الناس فهمه ان تعالى نتعلم ديجيطال ماركتنج يلا نشتغل ديجيطال ماركتنج طب احنا اساسا الاستراتيجية بتاعتنا ايه محاجب بيسأل اسئلة دي كتير ميزاتنا ايه في التنافس مش مشكلة احنا عرفنا نحط اعلان على جوجل اعلان على الفيسبوك عرفنا نعمل حاجات من دي خلاص هو كده ده التسويق طبعا ده استخدام خاطئ للتسويق بيتكلم عن مصطلحات تانية محتاجة بقى ايه وقفة نبقى نتكلم عشان الموضوع يعني ايه هاخد وقت برضو شوي ايه حاجة اسمها الاجيل ماركتنج اللي هي كلمة اجيل دي يعني رشيق يعني ان احنا لازم نبقى سريعين في الحركة وندايما نحسن القيمة اللي بنيديها للعميل ايه والتكنولوجيا بدأت تسهل الكلام ده جدا ويبقى في حاجة اسمها ايه اجمنتد ماركتنج ان انت ايه تدي ايه تواصلك مع العميل بالتكنولوجيا التكنولوجيا بقت بتوصل العميل انه يفهم منتجك افضل يشوفه تعمل تعمل 3D تتجول به قبل ما يشتري زي مثلا ايكيا كده عامل الابليكيشن بتاعها ان انت تجيب المنتج كنبة او كرسي او بتاع وتقوم فاتح الكاميرا بتاعتك في البيت فيقوم هتطلق الكنبة كأن كنت اشتريتها هيبقى شكلها كده قبل ما تشتريها شايفين ايه تكنولوجيا بتخدم وبتخلي الانسان يبدأ يتعامل مع حاجة او زي بتوع الاستمرار العقاري لما ياخدك ايه يتجول بيك جوة شقة والبيت او الفيلا او شقة او لاندسكيب ولسه ما تبناش الارض ما تحطش فيها طوبة دي دي كلها استخدامات للتكنولوجيا هيبقى في ان شاء الله حلقات هنعملها للموضوع ده ممكن نبقى نسجلها ويعني الكتاب محتاج تفصيص وانا اعتقد ان ممكن كل شابتر يبقى في حلقة او فيديو وهو الكتاب اتناشر شابتر علشان ياخد حقه لان انا مش بقتنع ان كتاب بهذه الاهمية والكتاب طبعا واخد ريبيوهات قوية جدا من المتخصصين في الماركتينج في العالم كله مش مقتنع ان كتاب بالاهمية دي حد يطلع يشرعه في خمس دقايق او عشر دقايق يعني ده يعني لا اللي تحسن مش هتاخد حاجة يعني انا كل ده بك اديكم مقدمة عن الافكار اللي في كتاب لكن عشان نبدأ نتكلم بالتفصيل انا بحس ان هو دي يعني دي الفايدة الحقيقية بك ا liquide شكرا بتاع شكرا شكرا انا بمرè اناب